فكرة وتعليق المفكر الجزائر العظيم مالك بالنبي رحمة الله تعالى عليه هذا العبقل الكبير الذي انتفع بفكري لكن لا يدرس إلى الآن الدراسة التي يستحقها الرجل لديه أنظار دقيقة جداً جداً وذكية حقيقة في كتابه تأملات وكتبه كلها نافعة أنا أنصح الشباب بالذات أن يقرؤوا هذا الرجل رحمة الله عليه وهو عميق جداً ومكثف مكثف لكتبه صغيرة لكن مكثف جداً في تأملات يقول الفرق بين العربي أو المسلم حين يأتي إلى الغرب وبين الياباني حين يأتي إلى الغرب ياباني نجح ونجحت به بلاده العربي فشل ويكرس الفشل لماذا؟ قال العربي يأتي بعقلية الزبون يريد أن يشتري أبو فاوض هذه أحلى وهذه أجمل وهذه أكبر وهذه أرخص زبون هو يشتري فقط يظن أن الحضارة تشترى الحضارة لا تشترى ولا تستنسخ أيها الإخوة إلى الآن هو بعقلية الزبون يقول ملك بالنبي أما الياباني فجاء وتحرك ونشط وفعل بعقلية التلميذ تلميذ يريد أن يتعلم يفكر كما يفكر هذا الغربي لكي يصنع كما يصنع ويبدع كما أبدع أجمل شيء في التجربة اليابانية سواء طبعا هي التجربتان في الحقيقة نحن نختزل نقول هما تجربتان وفيه تمايز بينهما وفيه خطوط طبعا التقاء كثيرة التجربة الأولى كانت تجربة عسكرية تجربة حداثوية أو تحديثية عسكرية يعني قادتها العسكر تارية اليابانية تجربة بالعسكر أيها الإخوة وللعسكر لكن الجميل في العسكر تارية اليابانية وهذا ما لا يتعفر في الجملة في العموم في العسكر تارية العربية أن العسكر الياباني المقدس الأول عنده اليابان الأرض المقدس على فكرة إلى اليوم من قرون قرن الخامس عشر وإلى اليوم في المدارس حتى في رياض الأطفال في البيوت في الجامعات في المزارع في المصانع في المدريات في الثكنات العسكرية يتعلم اليابان يتعلم نظرية الأرض اليابانية المقدسة التي لم تطأها أقدام الغرباء ولا ينبغي أن تطأها كيوكوتاي ثيري اسمها كيوكوتاي ثيري هذه نظرية الكيوكوتاي مقدسة الأمبرتون رفسه يقدس هذا المعنى وهو ضمن المقدس وأدنى فرد ياباني يصدر عن هذا المعنى ومن هنا شراسة اليابانيين في الدفاع عن وطنهم إلى آخر اللحظة معروف الظاهرة يموتون دائما هم قابضون على أسلحتهم ميت قابض على السلاح نحن العرب ما شاء الله لدينا حس وطني كل نفس عنده حس وطني لكن أصبح حسا شاعريا وحسا أيضا استعراضيا أكثر منه حسا حقيقيا للأسف لأن خيانة الأوطان وعلى جميع المستويات بما فيها أي مستويات السرط العليا واضحة جدا جدا الأوطان تباع وتشترى فقط لمتاعي النخبة والمتسلطين هذا ما حدث لأسف مع أحفاد محمد علي مع أبنائه وأحفاده للأسف الشديد استوردوا النموذج الثقافي الغربي اليابان رفضت هذا كما قلت هذا أجمل ما في تجربتها قالت لا الثقافة تبقى ثقافة يابانية في الأكل في الشرب في اللباس في المقاطبة اليومية في كل شيء نأخم الغربيين العلوم التقنيات أهلا وسهلا هم من أجل حين تهددوا بهذه الثقافة الغربية دخلوا في عزلة طوعية مائتي سنة معروفة عهد العزلة أيام الشوقونات أيام الشوقونات عزلة طوعية لمائتي سنة حتى لا تذوب هويتهم اليوم في عندك ناس يسخرون من كل شيء يذكرهم بهويتهم بتراثهم بأجدادهم يقول لك تحدثت عن الإسلام تحدثني عن المذاهب والعلماء والكلام الفارغ هذا والبن تيمية والبن خلدون والغزالي وأبو حنيف والصادق غير كلام الفارغ كان فارغ ماشا الله أنت أنت لن تنجز شيئا بهذه الطريقة أنت رجل مرآوي ذائب لا هوية لك لا كيان لك مثلا هذا المنعدم لا يمكن أن تعقد على خطة له الخناصر بالعكس هذا عدمي اليابانيين فهموا أن الثقافة تبقى يابانية الحلم والتقنية ونجحوا في هذا وإلى اليوم يفتخرون بهذا يفتخرون بهذا محمد علي أراد شيئا قريبا لكن لم يكن في دقة اليابانيين للأسف الشديد البعوث التي بعثها محمد علي جزء كبير منها طبعا إذا ذكرنا الآن مثلا بضع مئات هم أقل من أربعمائة اللي بعثهم محمد علي أقل الكل يذكر ماذا؟ رفاعة رافع الطهطاوي ولم تصحيح ما هو درس هذا؟ درس الهندس يعني؟ أبدا الأداب والأشياء هل نحتاج هذا نحن؟ مصر تحتاج أداب وفنون كذا؟ مصر هي تولد هذا ما شاء الله من ألوه في السنين لا نحتاج هذا اليابانيون أبدا حتى المدارس هل نجع مرة أخرى؟ في نهاية القرن التاسع عشر وبداية مطلع القرن العشرين ألف سعمائة وثلات عشر نسبة الأمية في مصر أيها الإخوة 98% كالسلطة العثمانية اثنان في المائة متعلمون المدارس المصرية تُعنى بماذا؟ بدرجة أولى بالعلوم الإنسانية والنظرية لا تهمنا شيء كثير هذه هناك شيء أهم منها مهمة لكن هناك أهم منها بكثير في اليابان ألف سعمائة وثلات عشر نسبة الأطفال الذين هم في سن الدراسة السنة السادسة مثلا الذين ارتدون المدارس 97% مفارقة تماماً يعني وطبعاً القاعدة الصلبة للتنمية والتحديث ما هي؟ التعليم الفرد المتعلم الإنسان ولذلك هذا حسب للنهضة اليابانية حين تذكر أسباب أسباب نجاح النهضة العلوية محمد علي وبعدين في المقابل أسباب نجاح النهضة اليابانية غير الفشل لسه في رأس أسباب نجاح اليابانيين ماذا؟ الفرد المتميز الثروة البشرية معد هذا يكون صانعاً للحضارة صانعاً للتنمية صانعاً للفكر محركاً للعالم هذا هو الفرد العربي للأسف معوق معوق بالجهل والأمية ومن هنا إفراطه في الكلام والجدال أنه أمي جهل لا يعرف شيئاً مسكين وعلى فكرة الأخضر دائماً على الجدال والكلام وأصحاب الرؤوس الجامدة هم الجهل ليس العلماء العلم هو توضع جداً جداً الأكثر وثوقية وحسماً في كل شيء الجهل ليس العلماء العلماء عندهم نسبية كبيرة جداً جداً يترددون في إطلاق الأحكام الجاهل واثق جداً كما قال بيرثاند رسل قال المشكلة العالم أن الذين يدرون يعلمون جيداً ليس لديهم الثقة الكافية بأنفسهم وكنتم تعلم يبدأ ليس واثق كثير وأن الجهل الذين لا يعرفون شيئاً واثقونه تماماً لذلك يقودوا العالم يدمروا الدنيا هذولا تخيل فشوف النسبة هنا في اليابان شوفوا مصر المدارس اليابانية ركزت بدرجة أولى وبشكل فاقع على التعليم الحرفي والمهني والتقني هنا النجاح إذن التجربة الأولى تجربة عسكرية قدست اليابان وقدمت مصلحة اليابان على العسكر وعلى رئيس العسكر لكنها تجربة شوفينية تجربة إمبريالية أعلنت فتح العالم احتلال العالم هذا كان مشروع اليابان طبعاً يابان دولة كانت دموية مجرمة وغيفة كانت لعينة ستفتح العالم البربري كانوا يسمون كل من عداهم البرابراء القادمين من الجنوب العالم كله بربري نحن المتحضرون هذا عقلية العسكرية اليابانية طبعاً هذه منيت بالهزيمة النكراء كما قلنا هوروشيما ونكزاكي تعلمت الأدب جاءت التجربة التحديثية الثانية إذن من النصف الثاني من القرن التاسع عشر من بطرميجي إلى 1945 تجربة الأولى تجربة التحديثية الثانية من 45 إلى اليوم العجيب بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يستغرقها الأمر لم يستغرق اليابان الأمر أكثر من عشر سنين فقط وأنجزت ماذا؟ أنجزت أولى خطواتها الواضحة المشرفة على طريق ماذا؟ التحديث على طريق أذهلت العالم كألمانيا أيضا ألمانيا نهضت في ثلاث سنوات ثلاث سنوات إحنا العرب إلى اليوم نبكي على إيه؟ احتلال المغول لبغداد إلى اليوم إلى اليوم